مجلس بلد شمالي أولى جلساته من دور انعقاد الفصل التشريعي الرابع بجدول مزدحم من الأعمال من بينها الملف الإسكاني بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء بتلمس الاحتياجات الخدمية في قرى المحافظة الشمالية بناء على توجيهات سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لبحث الاحتياجات الخدمية في قرى المحافظة الشمالية يبرز ملف الإسكاني كأهم ملف في نقاش جلسة مجلس بلدي الشمالية نحو إمكانية إنشاء مشاريع سكنية ومقترح دراسة إنشاء مشروع إسكاني لأهالي قرية بني جمرة وذلك في الأرض الواقعة على شارع واحد وأربعين بمجمع خمسمائة وسبعة وثلاثين طبعا المقترح يقع على أرض حكومية تقريبا مساحتها خمسة آلاف متر مربع بلس تعادل بعد ما أنشي مساحة الخدمات والشوارع إلى آخر ما يقدر بـ 17 منزل سكاني سلسلة من المشاريع تم إنجازها على الصعيد البلدي أما البعض الآخر من المشاريع بعض الموافقة عليها ورصد ميزانيتها قد توقفت وتمت إحالة ميزانيتها إلى مشاريع أخرى حسب قول رئيس المجلس دور النقاد الرابع من فصل التشريع الرابع نتمنى طبعا تعاطي مع كل مشاريع المجالس البلدية في ظل وجود الميزانية الآن وإن كانت ميزانيات بسيطة ولكن نتمنى الإسراع في تنفيذ المشاريع المرفوعة إلى الوزارة من قبل المجالس البلدية لا شك نشدد على قضية دخول المستثمر اليوم في كثير من المشاريع اللي راح يرفع الأب المالي على ميزانيات الدولة بعد ذلك ناقش المجلس مستجدات مقر لمجلس بلدي الشمالية علما بأنه تمت الموافقة على الدراسة المقدمة من إدارة التخطيط العمراني سابقا بشأن تخصيص عدد من العقارات لإقامة عدة مشاريع ومن ضمنها مقر المجلس وإلى جانب ذلك تطرق أعضاء المجلس إلى تغيير عدد من التصنيفات في منطقة سار وعالي والهملة بناء على كل مساحة وخصوصيتها إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين